بسم الله الرحمن الرحيم معالي الوزير هانيس ويلم وزير الري معالي سادة الوزراء سيدات والسادة ديوف مصر الكرام يسعني الترحيب بكم في أسبوع القاهرة للمياه في دورته الخامسة والتي تنعقد هذا العام تحت شعار المياه في قلب عمل الملاخ في توقيت زي أهمية خاصة حيث تأتي دمن سلسلة من التحركات الرئيسية على مصار حدثين محوريين على أجندتي المياه وتغير المناخ دوليا الأول وهو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف التفقية الأمم والتحدة الأطارية لتغير المناخ كوب 27 الذي تصطديفه مصر في شرم الشيخ في أقل من شهر والذي أشرف بأن أكون الرئيس المعين له والثاني هو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في مارس عشرين ثلاثة وعشرين وهو الحدث الذي يأتي بعد ستة واربعين عاما منذ آخر مؤتمر للأمم المتحدة عن المياه سيدات والسادة غني عن البيان إن عالمنا اليوم يواجه تحديات متنامية اتصالا بتأمين احتياجاته من المياه مصدر الحياة على الأرض وتتمثل أبرز تلك التحديات في النمو السكياني المضطرد والتغيرات المناخية التي يمكن أن تعصف باستقرار الدورة الهيدرولوجية فضلا عن استمرار وجود أنشطة بشرية إحادية تخالف مبادئ القانون الدولي وقواعد التعاون فيما يخص الموارد المائية المشتركة بما يستنزف موارد المياه على نحو غير مستدام ونظرا لأن مصر في مقدمة دول الندرة المائية الأكثر تأثرا بتحديات المياه لا سيما مع كونها الدولة الأكثر جفافا في العالم فقد كرست جهودها الوطنية لتحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة المعني بالمياه وذلك عبر رؤية مصر 2030 والخطة الاسترسيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 على التوازي مع ذلك سعت مصر لتعزيز أجندة المياه الدولية إيمانا منها بأهمية تضافر الجهد الإنساني للتعامل مع تحديات المياه في هذا الإطار كانت مصر في طليعة الدول الفاعلة على مصار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2030 حيث حرست على العمل في نيويورك وجيناف بالتنصيق اللصيخ مع منصخي المؤتمر أولندا وتجرستان وكذا الدول الشقيقة والصديقة بغرض تقديم مبادرات ملموسة كان أبرزها البيان العابر للأخليم حول المياه الذي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وانضمت له 168 دولة وبيان الحق في المياه الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي انضمت له 70 دولة ومبادرة استحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة للمياه التي انضمت له 141 دولة إضافة لما تقدم تم التمكن من تدشين حوار جينيف للمياه بغرض التنسيق على المستوى المنظومة الأممية كما تم إطلاق تحالف المياه والمناخ لتبادل البيانات وفي إطار قمة المناخ المرتقب بشرم الشيخ سيتم معقد مائدة رئيسية حوارية حول الأمن المائي كما سيتم في إطار الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تخصيص يوم للمياه حيث من المقرر إطلاق مبادرة أوير للتحرك من أجل التكيف وبناء الخدرة على التحمل في مجال المياه والتي ترمي لتحقيق ثلاثة أهداف الأول الحد من فواقد المياه وتنمية مواردها وتطوير سبل الحصول عليها والثاني التوصل لسياسات متفق عليها لإجراءات التكيف المناخي ذات الصلة بالمياه ووضعها موضع التنفيذ والثالث تعزيز الربط بين إجراءات التعامل مع تحديات تغير المناخ بغرض تحقيق أهداف أجندة 20-30 للتنمية المستدامة وسيتم العمل على تحقيق تلك الأهداف عبر عدة مسارات عمل عمل تتضمن التمويل والابتكار والتنمية للقدرات وتبادل الخبرات سيدات والسادة كما ترون فقد كثفت مصر مساعيها للتباحث حول أجندة المياه والمناخ في إطار متعدد الأطراف وفي فعاليات المياه الدولية وتأتي الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه لتمثل مرحلة استخلاص نتائج هذه المشاورات والدفع مبادرات قابلة للتنفيذ سواء في مؤتمر تغير المناخ بشارم الشيخ أو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 20-23 وأدعوكم خلال اجتماعاتكم عبر هذا الأسبوع للعمل على التوصل لرؤية محددة تكون بمثابة نداء يتم إطلاقه عن أسبوع القاهرة للمياه من أجل تعزيز تحرقنا المشترك على سبيل هذا المؤتمر الأممي الهام وتطلعوا لأن يتداول المشاركون في الحق الإنساني في المياه بمختلف أبعاده بما في ذلك التحديات الخاصة التي تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية كما أرجو أن تتضمن نقاشاتكم العلاقة بين التعاون الفعال العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي والسبل المثلى للاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتخار ولتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئيا في إطار مساعي تحقيق الإرادة الإدارة الرشيدة المتكاملة للموارد المائية أخيرا أتمنى لكم مدولات مثمرة كما نتطلع لاستقبالكم الشهر القادم في مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ لنعمل سويا بلا إبطاء بغرض الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ ولنضع المياه مصدر الحياة في قلب عمل المناخ حفاظا على حاضرنا وصونا لمستقبل أبنائنا وأحفادنا شكرا جزيلا